لأثنايا المحليات الجعدان نتابع معكم الصدارة ونتابع معكم المقدمة والمركز الأول مع مختار لسيد محمد بن خلفان بن غليط أهل أغفلي المركز الثاني المركز الثاني التواجد من الحذر لسيد سيف إهلال بن إهلال العليلي أيضا مع هذا الحضور المميز والرايع والمركز الثالث المركز الثالث مع ضبيان لسيد عبدالله بن راشد بن سرود المنصوري بينما المركز الخامس والنقلة مع انطلاقة هناك اللي حاضر في هذا الشوت شاهد لسيد إبراهيم بن سالم بن هاشل أو إبراهيم هناك اللي حاضر مع هذه الانطلاقة بن خاطر بن هاشل الشامسي هناك من يتواجد مع هذا الاندفاع عما المركز الخامس المركز الخامس مياس لسيد محمد بن اشطيط بن علي الاشتبي واللي وصل في هذه اللحظات على سادس المراكز مياس لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكه المركز السابع المركز السابع شاهين لعلي بن عبدالله بن سعيد بن سالم بن عامر الشحي والمركز الثامن انتقل في هذه اللحظات على تواجد رماح لمحمد بن خليفة من خميس رغويس السويدي والمركز التاسع المركز التاسع هنا تواجد شاهين لسلطان بن محمد بن علي بن حمودة الاشتبي والمركز العاشر من الجانب الآخر أيضا في تقديم هذا الانطلاق وفي تقديم هذه العروض المميزة مع هذا الشوت هناك تواجد حشيم لسيد سالم بن علي بن مبارك الاشتبي هذه نتيجتنا إذا المشاهدين متابعين الكرام والمركز الأولى المتقدمة التي تحضر في هذا الشوت هذا هو نداونا الأول هناك وتجولنا الأول حول المراكز الأولى المتقدمة التي كانت تشكل حضور قوية على القمة هذا الشوت وعلى تحديات البداية شعارات مميزة في أشواطها للشمال تشارك باحثة عن الناموس وباحثة عن مركز أول هناك تتجدد معه الأفراح والمسرات مختار على المركز الأول مختار على الصدارة والبداية اسم قوي يعرفه هذا الميدان محمد بن خلفان بن غليطة من يتواجد مع هذا الاسم المميز ومن يحضر حضور رائع ومميز هناك هذا الشعار على المركز الأول والبداية والصدارة يا سلام يا بن غليطة متواجد هناك مع قمة الشوت ولكن غير غير في هذه اللحظات اللي هو هملول لسيد إبراهيم بن خاطر بن هاشل الشامس اللي غير وانتزع المركز الأول وانتزع صدارة هذا الشوت من عمق الميدان ما شاء الله أما المركز الثاني المركز الثاني الحذر لسيد سيف هلال بن هلال العليل أيضا يقدم لنا انطلاقه مثيرة في هذه التحديات بخليفه مع شعاره المميز بخليفه مع ساميه أيضا القوية والرائعة والاسامي المثيرة والحساسة اللي يقدمها بن هلال مع الاندفاعات يسم قوي أيضا في عالم هذه الرياضة وكذلك هذا القعود أيضا الخطير وماضيه مشرف أنتقل إلى المركز الثالث أنتقل إلى المركز الثالث مع ضبيان لعبد الله بن راشد بن صرود المنصوري في هذا التواجد ورابع المراكز اللي تراجع هناك مختار لمحمد وخلفان بن غليطة الأقفلي أنتقل المشاهدين الكرام إلى المركز الخامس مع مياس لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يتواجد أيضا مع هذا الشوت ومن يتواجد مع هذا الاندفاع يا سلام هنا بن حلوكة اللي انتقل إلى المركز الرابع عما المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس نتراجع ونتابع بقية الأسماء المتواجدة مشاهدين الكرام في هذه التحديات المركز الخامس الوصول والتسلل من الرماح لمحمد بن خليفة بن خميس لغويس السويدي أما المركز السادس شاهين لسيد علي بن عبد الله بن سعيد وسالم بن عامر الشحي ما شاء الله وتابع المركز السابع والرقم سبعة مع تواجد شاهين لسلطان بن محمد بن علي بن حمود الاشتبي أما المركز الثامن المركز الثامن التدخل من شاهين لسيد محمد بن عوض بن محمد الخصويني الاشتبي والمركز التاسع المركز التاسع وصول رعد لمهير بن سالم بن مسحار الاشتبي نقلتنا في هذه اللحظات مشاهدين متابعين الكرام على المركز العاشر وعاشر المراكز يحضر مياس لحمد بن نايع بن شاوي الاغفلي هذه هي نتيجتنا من جديد مشاهدين الكرام عشاق الاصالح عشاق هذه الرياضة اذا هناك نداونا ثاني الذي اختتمنا من خلاله هذه الشعارات واختتمنا من خلاله عن الحاضرين بالمراكز الأولى المتقدمة والمتواجدين في هذه المنافسات اعود مع المركز الأول بن حلوكة غير بن حلوكة يغير رويدا رويدا من التاسع الى السابع الى الخامس والحين اشوفه بدأ يسيطر على الأول ولكن ولكن ما طاع بن هاشل ما طاع بن هاشل يسلم المركز الأول استعاد حقوقه المنهوبة مع هملول ابراهيم بن خاطر بن هاشل بن عبد الله الشامسي غير هناك وانتقل الى المركز الأول وانتقل الى صدارة الشوط يبغي السلامات مع هالي فلي بن معلى يبغي رسش السلامات مع هالي فلي بن معلى كما انتزع هذا الشعار نقطة ثمينة في العام الماضي ايضا في مكرمة سيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن زايد الانهيان انتزع نقطة ثمينة واليوم حاضر بن خاطر حاضر بن هاشل حضور مميز لكن المركز الثاني وتابع بوخليفة وتابع بوخليفة عينه على المركز الأول وعينه على ناموس هذا الشوط ما يسده المركز الثاني هناك الحذر بسلالة الحذر الغنية عن التعريف سيف هلال بن هلال هناك العليل المتواجد بهذا الانطلاق والمتواجد بهذا العرض المميز يسهلام من حلوكه على المركز الثالث من حلوكه بدأ يسوي شربكه مع هذا الشوط ومع انطلاقة بياز حمد بن سالم بن سعيد من حلوكه من يتواجد في هذا الانطلاق والتحدي والمركز الرابع المركز الرابع ضبيان لعبدالله بن راشد من صرود المنصور يالله اشتدت المنافسة بدأت السرعة تزداد تلقائيا بدأ الرتم يرتفع العزيزي المشاهد والمتابع ما شاء الله اربعة مراكز اولى متقدمة هناك فردة انفراد كله عن بقية المشاركين لتنطلق كمجموعة واحدة للتنافس على المركز الاول المركز الخامس المركز الخامس اشوف قادم بقوة شاهين لعلي بن عبدالله بن صعيد بن عامر الشحي والمركز السادس هنا الخصوني مع شاهين محمد بن عوض بن حمد الخصوني الاجتبي اما المركز السادس المركز السادس شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمود الاشتبي والمركز السابع من الجانب الآخر اللي واصل الماح لمحمد بن خليفة بن خميس لغويس السويدي ولكن أشوف أشوف الوصول المميز أشوف التسلل من هملول هملول أول لده في هذا الشوط لهم لول سالم بن شاسب بن خليفة المسافري يلا يا ابو غنيم يلا يا ابو جاسب الحق ما تلحق الحق ما تلحق شد حيلك وخلك مع القمة جماهيرك الطالبك أهل السوان يطالبونك أيضا اللي واصل متوكل لخلفان بن علي بن خلفان الرفيس الاشتبي يا مرحبا يا مرحبا يا ابو علي قادم أيضا بقوة مميزة وكذلك وتابع الوصول من هجوم لحمد بن علي بن سالم بن علي الاشتبي الشعارات بدأت تهجم الشعارات بدأت تهجم ولكن وين الأول وين بن خاطر وين بن خاطر مع المركز الأول لا زال يكسر الخواطر لا زال يكسر الخواطر مع هذا الشوط المركز الأول والبداية مع هملول ابراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي مع البداية مع القيادة مع المركز الأول بدون أي التوامر بدون أي تعليمات بدأ يباعد بدأ يشرج بالمركز الأول هناك بالخاطر في هذا الحضور الرائع والجميل يا سلام يا سلام 1500 متر هو الباقي والمتبقي عن خط النهاية المركز الثاني ضبيان لعبد الله بن راشد بن سرود المسهوري بن حلوك من الجانب الآخر بن حلوك من الجانب الآخر مع تواجد واندفاع أيضا مميز ولكن الشحي واصل الشحي مع شاهين علي بن عبد الله بن سعيد بن سالم بن عامر الشحي هناك مع التواجد الجميل وهو تابع ضبيان لعبد الله بن راشد بن سرود المسهوري بن حلوك ممكن يكون عنده كلام ممكن يكون عنده رائع ثاني ولكن من خاطر ولكن من خاطر الله الله يا بن هاشل على هذا الحضور مع المركز الأول لا زال يرقص طراب من البداية دفع للمتر الأخير ولكن بن سرود ولكن بن سرود بن سرود من يخسط في هذه لحظات أجواء هذا الشوت من يجتاح لضواه مع المركز الأول ومع ضبيان سلامي على هذه السلالة اللي ما تبور ضبيان مع المركز الأول ضبيان ولكن وتابع الحذر لسيف بن هلال العليلي غار من يديه وكذلك شاهيد لسلطة بن محمد ولكن بن حلوك سوى شربك سوى حركة سوى حركة مثيرة الله يا بن حلوك على هذا العرض بعد من المركز الأول سلامي عليك سلامي على هذا العرض شوفوا السير يا أخواني رقص فطيم باللحظات الأخيرة رقص فطيم باللحظات المثيرة مع المتاري الأخيرة والله عرف كيف يفكر وعرف كيف يدبر مع هذا الشوت من تعود على المراكز الأولى من تعود على منصات التتويت تهانينة والناموس لحمد بن سالم بن صعيد بن حلوكة على فوز مياس وانتزاع المركزة والمركز الثاني لحمد بن علي بن سالم الاجتبيل المركز الثالث لخلفان بن علي رفيسا المركز الرابع لمحمد بن خليفة بن خميس الغوية السويدي المركز الخامس لسيف هلال بن هلال العليلي هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام والمراكز الأولى المتقدمة التي حضرت مع هذا الشوت مياس من اللقطات مع انطلاق هذا الشوت اللقطات التي تأتينا من المخرج المميزة مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات المميزة مياس ما شاء الله سلام عليك يا بن حلوكة وعلى هذا الحضور الرايح حمد بن سالم بن سعيد من حلوكة 13 دقيقة 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينة ونموس سلام بوصالم سلام واسعد الله صباحك وكل خير وسق الله دارك على هذا الحضور المميز بالفعل حظات أخيرة ونهاية مميزة المركز الثاني 13 دقيقة 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية حضر أيضا مع هذه الاندفاع وحضر مع هذا التواجد الرايح اللي هو هجوم لحمد بن علي بن سالم بن علي الاشتابي تهانينة ونموس بالخارس أيضا بالخارس أيضا اللي حاضر حضور مميز سلام عليكم يا هل المدام بينما المركز الثاني 13 دقيقة 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهيو الناموس لمالكي خلفان بن علي بن خلفار فيسا الاشتابي اللي هو متوكل وصل باللحظات الأخيرة تهانينة ونموس أنقر الكلمة لزميل آخر متلق أيضا ومبدع دائما مع الاندفاعات المميزة